السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيبي يا ربك كنوا بخير وصحة وسعادة وانا ان شاء الله نسمي باللون صالح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واللي بيشوف كناتي الاول مرة الشرك فيه وحطيلي لايك صلوا عن نبي حبيبي طبعا زي ما انتوا شايفين السطح يضرب يقلب بس مين بقى يقدر يعمل في الشتاء ينظف ويمسح بقى السطح ده مستنية يوم كده يبقى الجو شمسي كده حلو واروح منظفة السطحة تنظيفة حلو طبعا اول حاجة هاطلع عند البط بتاعي ابص عليه كده ايه واشوف لو محتاج حاجة محتاج تنظف تحتيه الحمد لله نهاردة تحتيه ناشف كويس اهوت طبعا كنت رميله بس ايه رميت علف صغيرة كده وشلت الميا من قدامه عشان ما بحطت الميا كتير قدامه بي عكة هبحط الميا يشرب واسيبه قدامه شوية من بالليل بالليل اروح شايلة ايه الميا الاوضن دي فمفهاش اي حاجة طبعا دافيانين الحمد لله وفي اخرة اليوم كده بروح افلى الباب بحطة مشمع عشان البط بتاعيه بقى دافيان بسم الله من شاء الله اللهم بارك احجامهم حلوة جدا اول ما بطلع انا على السطح بلازم افتحت بباني الاول اوصع على الطيور كلها وبعدين اشوف هطلع ايه اي نوع فيهم الاول على السطح انا بعرفش هطلع الطيور كلها مع بعض عشان هم اعمار يعني يوم ممكن اقلط وطلع ايه البط دوت مع الفراخ بس ما بيسلمش منه وبيبضلوا نقروا فيه فبطلع اطلع كل حاجة الوحدة طبعا هفتح الباب بص على الفراخ الساسو طبعا الهوم خل الباب مليان طراب ومتبهدل بس ما علينا طبعا الفراخ الساسو دي ما بتخرجش على السطح خالص اه ماشاء الله ميتين من العطش كنت حطى لهم لسه المية وقلت اصورهم مع حضراتكو ايه لسه محطتش اكل ولا اي حاجة قلت احط بس ايه المية كان باية قدامهم بواية اكل قلت ايه خلصوها بس هما كان عطشانين جدا بصراح اللهم صلى على النبي اللهم يبارك مع الخلاطات بصوا حاجة زي العسل ما شاء الله طبعا احنا موقفين الخلاطات عشان ما فيش رز اليومين دول الرز بتاع التموين لسه طبعا ما نجيبوشها لأول الشهر فهم موقفين الخلاطات اليومين دول طبعا كنت عاملالكم مفاجأة حلوة بس المفاجأة مستندش لما خش عندي الفراخ البلدي ووقفينلي عالش باكهم بصوا ما شاء الله رحت البلد لقيت حمامك فجبت ايه اربح تجواز اشترتهم الحمام دو تمز زغليل يعني هو ايه شغال فيه شغال وفيه لسه ماشتغلش يعني كبار المهم انا جبتهم ببركة ربنا كده انا سألت الرجل بالامانة كبار عواجيز قال لي لا والله يدولك شغالين وفيه اللي لسه ماشتغلش فيه قلت مش مشكلة اجيب واجرب حظي ولو بضوا عندي وطلعوا زغليل ابقى ربي منهم عندي الفراخ البلدي والبط والرومية والديك الرومي والبطيتين والذكر وجبت ماء اه واحدة تاني من البلد وانا جاية بطاية اللي هي جاية في الاخرة تدلع دي جبتها بطي بطاية بلدي قلت مش مشكلة ايب عندي بطتين بلدي بوحدة مسكوفي عشان المسكوفي مش ضمن انها هي ترقط فقلت ايه ابقى احط ايه مسلا ناخد البيت من تحتها احطه تحت البطاية البلدي دي البطيتين يعني يشيروا ايه البيت بتاع البطة المسكوفية يمكن ربنا يكرمنا فيها وترقد محدش عارف طبعا دول الجوزين دول اللي هما السود دول دول برضو دكرين وانتايتين واللي وقفين على الخشبة دول دكر وانتاية برضو واللي على الشباك البني دكر وانتاية بسم الله ما شاء الله ألوانهم حلوة أوي عجبتني ألوانهم قبل الحمام ده يا حبايب قلبي بالا دي أنا جايباه للتربية للأكل مش للهو الغية والكلام ده هو الحمام الغالي مش جايباك أتجارة يعني بيعملهم كده أنا جايباه للبيت اللهم صلع النبي اللهم يبالك طبعا ده اديك الرمي محتار يطلع ما يطلعش ولا بان الرمية دي أنا متهيقلة على ما أظن دي الرمية أه أو اديك متهيقلة المهم يعني بفضل أقف على الباب كده يسترسيب واحدة واحدة عشان الحمام لو اطلع مش هطوله تاني انتوا عارفين الحمام بيحب يتير وبيروح ايه وبعدين حاولينا عيشاش كثيرة بتاعت حمام فممكن يطيلوا روح عندهم ما يرجحش تاني طبعا أنا لسه ما زبطت لهمش مكان يبيتوا فيه ويقفوا فيه كده فحاطتهم مع الحمام مع الفراخ البلدي الناس كثيرة بتربيه مع الفراخ ما بيجرلوش أي حاجة أدم عملله أماكن يبيت فيها عالية فوق مش يجرلو أي حاجة طبعا أنا هعمل له حاجة خشب يقف عليها واعمل له بيتات حاجات يبيت فيها كده علقها في الحيطة بس واحدة واحدة كل حاجة بالتدريك عشان كنت لسه جاية من البلد بصراحة متو عارفيني مش ربي بهدد الواحد فقلت بس هلسأ الحاجة وحطها في الأوض وبعدين ربنا يسهل المهم اللهم صلى عن النبي بصو حاجة زي العسل حلوين قوي يعني الرجل اللي جدتهم منه ما شاء الله عنده كمية حمام رهيبة وتشوفوهم تقولهم أحجامهم مش عواجيزة أهم أحجامهم لسه إيه برضو يعني زغليل بس كبيرة شوي بس قال لها فيه جوز فيهم شغال مش كله المهم إيه زي ما قلت لكم أهم حاجة باركة ربنا طبعا الفراخ البلدي حطوا لهم شوية نشرة في الجردل عشان يبيدوا عليه جننوني في عشتي بصراحة يقلبوا الجردل مش عارفة ويبيدوا في الأرض قلت مش مشكلة ما علينا يعني حطوا لهم الجردل يسيبوه ويروحوا إيه بايدين في الأرض برضا المهم ما بيبيدوا في الأودة بس ما بيكسروش في البيد الحمد لله مش كلهم بيبيدوا كمان يعني هتلاقوا إيه فيه فراخ مريحة ما بتبتش خالص لسه الأيام دي وفيه فراخ منهم إيه كم واحدة كده بيبيدوا طبعا كلنا عارفين إن الفراخ أغلبيتها مريحة اليوم من دول طبعا اللهم صلى عن نبي قلت أوريكم إيه الحمام والبطاية لازقة في الأودة مش حاجة تخرج عشان لسه إيه جايبها أنا جديد بمش متعودة على الطيور اللي بره بصير حمام واقف على الحتة إزاي اهو أنا قلت زود التربية يعني زود نوع من أنواع الطيور عندي كان نفس ربي حمام أهو بصراحة وكنت هعمله اللي هو المانيير ده بره على السطح بس قلت لأ خليني إيه أبدأ بكم جوز كده أشوف هيعمله معي إيها يعني حاسلك في تربيت ولا لأ عشان لسه دي أول مرة أجرب فيه الحاجة اللي بجربها وبلاقيها كويسة بقررها داني يعني زي البطي ده بصراحة ربنا أنا بحشأ تربيته جميلة جدا والفراخ البلدي الفراخ الساسو برضو حلوة مش وحشة لكن اللبيت بصراحة ربنا ساعات بيديني وشه وساعات بيبقى إيه مش حلوة خالص طبعا حبيب قلب ما تنسونيش في اللايك وطبعا كل حبيبي من اليمن كان في حد من أخواتنا اليمنيين بيقولي إذكري اسمي في التعليقات هو اسمه آدم الغزالي تقريبا اسمه آدم من اليمن أخونا فبقوله شرفتني يا آدم في القناة بتاعتي ونورتني وتعليقاتك ولايقاتك كل حاجة على رأسي من فوق تسلمني ربنا يبارك لك يا رب وأهل الجزائر والسعودية والعراق ومصر طبعا أم الدنيا يعني ما شاء الله كل حبيب اللي بيكتبوا لي تعليقات على رأسي من فوق تسلمني يا حبيب قلبي يقول لكم المهم طلحت بقى كل الطيور برا ده كرالبطي ده بقى مش عجبه إيه الأكل اللي أنا حطاه وبيحب اللي هي الدورة بتاحت اللي هي بتاحت الحمام الكلفة بتاحت الحمام ما شاء الله الدكر البط ده يا جماعة مسكوفي خليط اللهم ما صلنا عنا بيبصوا أنا مربيه ده للكسر عندي للبط يعني هو الدكر ده مع كده ما شاء الله دلوقتي تلات بطيات فما شاء الله يعني ده خليط بين البلدي والمسكوفي والبطيات اللي هناك دي مسكوفي اللي أنا بقول لكم مش دمنا هي هترقود ولا لا ومعها طبعا إيه البطتين البلدي اللي أنا جايباهم وبخليها طبعا إيه دي البطيات اللي أنا جبتها جديدة اللي هي مشت هناك دي والبطيات اللي بتاكل هناك السودة دي دي لسه أيما من على البيت دي سنطلعنا ما شاء الله شو هتبط زي العسل والديك الرومي والرومية دول مخليهم برضو دول كد جايباهم من وحدة بيطرية ما عرفش برضو الرومية دي لو بادت هترقود ولا لا بس هجربها أول مرة ولو بادت عندي والبيت بتاح هطلع مخصب هحط منه تحت البط يعني إيه هحاول أعمل إيه انتاج في بيتي اكتفاء ذاتي يعني في بيتي آآ انتوا عرفين الحاجة اللي بتبقى طالعة من البيت بسم الله ما شاء الله بتبقى طالعة عندك من الرأ بتبقى ملعيتها كويسة جدا أحسن من اللي بتشيريها مبارا كمان آه طبعا ده اديك الرومي والرومية طبعا اللي هي الصغنانة اللي بتاكل دي طبعا الرومية بتبقى حجمها صغيرة عن الديك احنا عارفين كده وطبعا الفراخ البلدي بسم الله ما شاء الله يعني كلهم بصوا تمسيكوا الفرخة يا جماعة والله حجمها ما شاء الله تقيل جدا بس مريحين اليومين دول فمش مشكلة زي ما كانوا ايه ربنا كارمنا في الصف وكانوا بيبيضوا ما شاء الله كمية حلوة نصبر عليهم في الشتاء مش مشكلة ما هي مش مكان هتبضل تقر يعني لازم يبقى فيه وقت تريح طبعا عندي البطي بتبص على البط الصغير والذكر وقفلهم قدام الباب طبعا كل فاصيلة ايه بتنادي ايه بتنادي بعضها يعني بيروحوا عن دبعا طبعا بوريكم السطح بقولكم السطح عامل ازاي السطح يمتبهد لعا الآخر بس طبعا انا مش قادرة بصراحة ربنا انوضف الجو تلك وبعد ديها بيوم النطر انا اضطرت بهدلة الدنيا يعني انا صورتلك الفيديو ده وبعد كده ايه سجلت الصوت عليه فبهدلة الدنيا فكنت خايفة ايه للقوة تغرق بصراحة ايه المهم اللهم صلى عن نبو اللهم مبارك كنت جايبا لهم معايا باقي مكون حلو كده قلت ايه احطه لهم على المياه النهاردة قلت حاجة ايه يعني تبقى يعني فيها كالسوم وفيها فيتامينات وفيها املاح بس مش عارفة بقى مش فاكرة حطتها معاكم في الفيديو ولا حطتها بعد الفيديو ما كلس ايه المهم ايه رحت احطا لهم بقى ايه ايه حطتلي الفراخة اهو حطتلي البط منها شوية جمال حطتلي البط ده يا جماعة ده شرش فانا حطيت منه على المياه بتحت الطيور الشرش ده خدت منه حبة على المياه بتحت الطيور وحطتهم عشان الماليان كالسوم الشرش ده بصراحة ربنا اشتركوا في القناة